وحيدا يقامر وحيدا يكسب هذه سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي لا يزال مصرا على إدارة ظهره للاتفاق النووي مع إيران مسؤولون في البيت الأبيض أكدوا في تصريحات لهم أن ترامب قرر تقريبا الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم مع إيران بحلول الثاني عشر من أيار المقبل ولكن هناك احتمال آخر كما تنقل وكالة رويترز عن مصدر مطلع على المناقشات الداخلية للإدارة الأمريكية بأن يختار ترامب البقاء ضمن الاتفاق من أجل الحفاظ على التحالف مع فرنسا وحفظ ماء وجه رئيسها إيمانويل ماكرون من جهتها يبدو أن طهران ترجح كل الاحتمالات وتتحضر كما يصرح قادتها لمواجهة خطر انسحاب واشنطن واحتمال البقاء أيضا للمطالبة برفع الحصار الاقتصادي والعقوبات التي يلوح الرئيس الأمريكي بها والتي منع طهران من حصد كامل مكتسباتها ويؤشر بشكل أو بآخر إلى أن انسحاب أمريكا المحتمل يعني انهياره بالكامل وفي المقابل تطرح واشنطن مسألة تطوير طهران للصواريخ الباليستية وتنتقد دور الأخيرة وسياساتها في سوريا واليمن والعراق وترى أن الاتفاق النووي لم يقيد إيران كما يلزم وهو ما يفتح باب الحديث عن تفاوض جديد أو إضافة ملحق للنص الفعلي لمنع قيام حرب في الشرق الأوسط كما تريد أوروبا التي يمثلها ماكرون الآن والذي أكد أمام الكونغرس الأمريكي أنه سيشرع في العمل على صفقة أشمل حتى عام 2025 حيث يأمل أن لا يكون ترامب في الرئاسة وحتى في الكونغرس لكن المفاجآت هي ما عود عليها ترامب خصومه وحلفاءه باتجاهه لحل الأزمة في كوريا الشمالية ويبعث برسائل ترهيب عبر حليفه في تل أبيب تحذره من تبعات طموح إيران والتعامل معها للوصول إلى أمثل صفقة ليكون موعد الثاني عشر من أيار الجاري له ما بعده في إيران والمنطقة والمنطقة